خلينا بقى نروح لمتخب مصر النهاردة ومتحاد كرة القدم أنا النهاردة كنت حدق الحلقة والله كنت حدق الحلقة النهاردة ما كنت بتكلم مع زميلي الأستاذ محمود سعيد تقوله ازاي حنبدأ الحلقة النهاردة فكنا بنتكلم الكلام ده من الصبح يعني فكنا بنقول انه الحلقة حنبدأها النهاردة بان كل الاتحادات اللي حصلت عندها كارثة الاتحادات الكبيرة طبعا اللي حصلت عندها كارثة وهي خروج منتخب بلدهم من بطولة كاس الأول أفريقية دي كارثة بالنسبة للمغرب بالنسبة للجزائر بالنسبة لمصر طبعا بالنسبة لغانا بالنسبة للكاميرون بالنسبة لكل المنتخبات الكبيرة فكنا النهاردة حنبدأ الحلقة ونقول كيف تصرفت اتحادات كل دولة علشان نشوف لماذا لم يتكلم الاتحاد المصري مع كل المصريين فجأنا في وسط اليوم النهاردة بعد ما كنا مرتبين الحلقة أنه ستمشي في هذا الطريق فجأنا النهاردة أنه اتحاد كرة القدم أصدر بيانا إعلامية أصدر بيانا إعلامية خلوني الأول أقرأ لحضراتكم البيانة يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية عشرين تلاتة وعشرين المقامة بدولة كودفور وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنطب به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهود بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي وإذ يؤكد مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم على أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية فإن المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد الموافق 4 فبراير لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة ولن يتدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة قبل ما وده كان نهاية البيان يعني طيب أنا بس سؤالي للسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حضرتك بتقول أنه خلال بعد يوم أربعة إن شاء الله هتبتلي تدرس وتعمل وتاخد قراراتك يوم أربعة فبراير تمام إيه لي خليني أثق في حضرتكم أنا كمواطن مصري شفت منتخب الناشئين بيفشل منتخب الشباب بيفشل منتخب الأولمبي نص 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 فشل في البطولة نعم معرفش ياخدوا بطولة الأمم الأفريقية ووصل للأولمبياد وده نجاح واتكلمنا في هذا التوقيت شفت منتخب مصر الأول بيفشل في واحدة من أسهل البطولات اللي بيلعب فيها بطولات الأمم الأفريقية اللي لعب فيها يعني لما تيجي تشوف منتخب مصر في الفين وستة وتمانية وعشرة شوف مجموعة منتخب مصر في ستة وفي تمانية وفي عشرة هتلاقي المجموعة أصعب من المجموعة دي دلوقتي هتقول لأصل الخريطة تغيرت والخريطة تعملت دي حاجة تانية ولكن المستوى الفني لكل الفرق موزنبيق كاب فيردي غانا أقل من مستوى منتخب مصر بكتير فنيا أنا بتكلم هنا فنيا وبتكلم كلاقي بكرة ومن حقي إن أنا أقول هذا الكلام لأن أنا عارف وشايف الملعب عامل إزاي أنت أفضل بكتير من هذه المنتخبات أفضل بكتير من منتخب الكونغو الديمقراطية اللي اتغلبنا منه بضربات الجزاء فأنا إيه لي خليني أثق في حضراتكم كأتحادكم يعني إيه لي بيانا اعتذار متشكرين جدا أنا كرجل مصري متشكرين يا كابتن جمال يا أستاذ جمال حضرتك وبقية الأعضاء اللي موجودين إحنا بنشكركم على بيانا الاعتذار وعلى مساهمتكم الجميلة في إن إحنا نبقى عارفين إن إنتوا بتعتذروا وأن هناك أخطاء هي مش بتاعتكم طبعا زي ما البيان قايت قال لك أنا ما ليش علاقة أنا عملت دوري لقابله أثناء البطولة مش ده اللي تقال ولا أنا ما قلتش حاجة تانية فإعني مرة تانية إيه لي خليني أثق فيك أستاذ جمال كمواطم مصري وكواحد بيفهم في الكرة شوية هل أي نجاح حصل خلال الفترة اللي فاتت يخليني أتأكد إن إنتوا هتاخدوا القرارات الصحيحة خلال الفترة اللي جاية حضرتك قولي نجاح حصل إيه اللي حصل طيب حضرتك لو عايزت تعين مدير فني مصري هتعينه إزاي على فكرة الموضوع ده موضوع تاني بقى وموضوع كبير جدا جدا هبقى سيبه مش النهاردة مش هتكلم فيه النهاردة هتكلم فيه بعد يوم 4 فبراير لأنه لو أنت عندك قرار أن أنت تعين مدير فني مصري هو مين المدير فني المصري أو أي مدير فني من المفترض أنه هو يكون معاه رخصة برو حاجة اسمها البرو إذا كانت الرخصة دي مش موجودة في مصر أساسا والله أنا بتكلم بجد على فكرة فما حدش يفكر إن إحنا ممكن نجيب مدير فني مصري يعني تخيل حضرتك هل من الممكن أن نرى مديراً فنياً لمتخب مصر معهوش رخصة معرفش يعني ممكن اتعاد كرة القدم يعمل كده معرفش طب مين السبب؟ اتحاد كرة اللي بالمناسبة سبب لأنه اتحاد كرة القدم ما بيعملش الدورات اللي تؤدي إن انت تاخد هذه الرخصة وأنا متأكد إن اتحاد كرة بالمناسبة ارتاحوا بعد تصريحاته الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب بورياضة اللي هو قال فيها ما فيش تفكير في إقالة اتحاد كرة القدم وبيني وبينكم أنا مع دكتور أشرف في هذا الأمر أنا كدولة يعني الدكتور أشرف هو ممثل الدولة المصرية أنا كدولة أنا دايما بتتبع القانون وبتتبع اللوايا ما عنديش قانون ولا لاي حتقول إن أنا قيل الاتحاد علشان أي حاجة إلا الأمور المالية وطالما الأمور المالية وأنا متأكد يعني إن الناس دي ناس محترمة كلهم في أعضاء الاتحاد بتكلم عليهم يعني كلهم ناس محترمة وإيديهم نظيفة يعني فطالما ما فيش أمور مالية يبقى مش حقدر أقيلك ترجمة نانسي قنقر